النقطة التانية بكل بساطة هي إننا نتجنب الحلويات بشكل رئيسي الحلويات مش الفواكه الحلويات حلويات الشرقية والغربية والحاجات دي كلها والإن بتوين واللي في النص صوتها نحاول نتجنب ما بقولش إن إحنا نقطعها أو نمنعها أو كي بس ما تبقاش جزء رئيسي من حياتنا الغذائي يعني بلاش كلمة إيه اللي وإحنا ناكل هنحلي بإيه فيبقى لازم يبقى عندنا في ذهننا إن إحنا هنستخدم الحاجات دي وعلى فكرة الحلويات دي تدخل فيها المشروبات الحلوة المشروبات الغازية أو يعني المشروبات المحلدة دي مش كويس عندنا فواكه زي ما إحنا عايزين يبقى دي كانت إيه قاعدتنا الأولى القاعدة التانية للطعام الصحي هي خفضوا استهلاك الأمح اللهم ما لها ناكل إيه جربوا باقي الحبوب الكاملة جربوا باقي الحبوب الكاملة والله طعمها جميل وباقت متوفرة كانت زمان من كذا سنة كده كنت أقول لكم آه كانت غالية والحاجات دي كلها المخبوزات يعني العيش والحاجات دي كلها اللي بالحبوب كاملة كانت أغلى من العيش العادي اللي هو بالأمح خلاص لكن دلوقتي مع التطور اللي حصل في التصنيع ومع الكبر حجم الاحتياج في السوق للناس اللي بقوا يحبوا ياكلوا الحبوب الكاملة دي أكتر فبقت أسعارها فعلا حلوة كويسة والحبوب الكاملة بالمناسبة هي اللي بتحتوي على أجزاء البزرة التلاتة أصلي فيه ناس كده يقولوا ايه الحبوب الكاملة وخلاص فيه ناس كتير قوي يحضوا يسألوا ايه يا ابني الحبوب الكاملة دي أنا عمل أسمع الكلمة دي يعني ايه الحبوب الكاملة يقول لك ناكل الحبوب الكاملة وده مفيد للجسم الحبوب الكاملة هي اللي بتحتوي على أجزاء البزرة التلاتة طب ايه هم أجزاء البزرة التلاتة حاجة اسمها النخالة وحاجة اسمها السويداء وحاجة اسمها الجنين طيب الحبوب المعالجة بتحتوي على ايه؟ تحتوي على السويداء فقط خلاص طيب إيه الحبوب الكاملة الشائعة غير الأمح الرز الأصمر الشعير الدرة الشفان البرغل كل دول حبوب كاملة تمام ودي كانت القاعدة التانية القاعدة التالتة نوعه مشتقات الحليب نوعه مشتقات الحليب فناس تقول إيه هي مشتقات الحليب هقول لكم الجبن ما هي الجبن دي من مشتقات الحليب الجبن والزبادي وكذا يعني مش لازم لما نروح للبقال أو السوبر ماركت مش لازم ناكل نفس أنواع الجبن كل مرة كمان فهمين قصدي مش لازم جربوا أنواع تاني يعني إن فتحوا كده على أنواع تاني هتلاقوها لطيفة كمان ممكن تغيير الحليب من كامل دسم يعني الحليب الكامل الدسم إلى الحليب النصف دسم أو حتى الخليم الدسم بس ده بالنسبة لمين؟ مش بالنسبة للأطفال فاكرين زمان عملنا حالة وقلنا الأطفال يشربوا الحليب العادي مش بكميات كبيرة آه بس ما يشربوا يشربوا الحليب العادي ما نشربهمش اللبن نصف دسم أو الخليم الدسم إلا في حالة واحدة إذا كان عندهم استعداد وراثي يعني الأب والأم عندهم مشاكل في مستوى الكوليستيرول ودون السلسية أو أن الطفل نفسه لقدر الله يكون عنده مشاكل من نوع ده ودي نسبة ندرة جدا أنا بكلم هنا بقى الكبار إيه المانع أن احنا نغير نوع الحليب اللي بنشربه؟ من حليب كامل الدسم إلى نصف دسم إلى خليم الدسم مش هتلاقوا فرقة في الأول هتستشعروا الفرقة لكن بعد كده هتلاقوا أن ده العادي خالص يعني طعمه عادي خالص وأنا هنا بكلم على الحليب سواء بشكل صريح تناوله بشكل صريح أو استخدامه استخدامه في الأكل أو استخدامه في الحاجات يعني فيه حاجات بتستخدم فيها اللبن الحليب فجربه وجربه أنواع مختلفة من الجبن يعني فهمين قصدي؟ تمام؟ بلاش يعني بصفة عامة بلاش مبلغة في موضوع الألبان يعني سواء كانت الحليب الكامل الدسم أو النصف دسم أو الخليم الدسم يعني أنا عايز أقول لكم أن احنا يعني موضوع الألبان ده الحقيقة أنا هتكلم فيه قريب يعني بس أصليحنا مدين للألبان أهمية كبيرة أوي وهي الحقيقة مش بالهدى القدر من الأهمية يعني أنا مقولش نها مضرة أو وحشة أو هي بمعنى أدق لو كتير بتبقى مضرة إنما أنا قصدي إيه؟ لو بناخد اللبن الحليب ده ليه؟ ما وإحنا كل ناس تقول لك إيه؟ أصحيب ده فيه كالسيوم ما فيه مصادر تانية مهمة جدا للكالسيوم وبتتفوق عن لبن الحليب السمسم السمسم فيه كالسيوم أكتر من لبن الخضروات الخضرة الخضروات الورقية الخضرة أي خضار لونه أخضر زي إيه؟ زي السبانخ زي الكرومب زي السلق ها؟ زي الليفت كل دول فيهم كالسيوم كالسيوم زي بالزبط اللبن الحليب زيه الملوخية فيها كالسيوم كل أي حاجة خضرة بقدونس شبت كل ده فيه كالسيوم زي ما قلت لكم السمسم فيه كالسيوم أغنى من الحليب وفيه حاجات تانية فيها كالسيوم برضو الأسماك كلها كالسيوم أقول لكم على مفاجأ الخوخ مليان كالسيوم فكهة الخوخ دي الخرشوف اللوز الفاصولية البيضة اللي هي من البقليات خلاص؟ الخضروات الخضرة كمان بالمناسبة مش بس غنية بالكالسيوم الخضروات الخضرة اللي سأقول لكم عليها دي الخضروات الورقة أخطر لكن كمان غنية بالمغنيسيوم الله طب إيه أهمية المغنيسيوم؟ أهمية الماغنيسيوم إنه بيساعد على امتصاص الكالسيوم أنتوا فاهمين قصدي؟ حاجة تانية إنه الماغنيسيوم مهمة قوي لوظيف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة والحفاظ على أداء القلب القاعدة الرابعة في كلمة واحدة افطروا افطروا الفطار مهم جدا بلاش حكاية ونغمة أسانا ما بافطرش أسانا يدوبك بشرب شاي واخد بسكوت ده بينتقل لأطفالنا وبيطلعوا الأطفال بيطلع عندنا أجيال ما بتحبش الفطار الفطار مهم جدا وبلاش الفطار يبقى مسكر يعني بلاش تقول إيه أنا هاكل كيك وهاكل كريب وهاكل حاجات مسكرة غلط الفطار المسكر ده بيرفع مستوى الإنسولين جدا وبيخليكم تحسوا بالهبوط تاني بعد ساعتين أو ثلاثة كتير من الاستيقاظ يعني بعد ساعتين أو ثلاثة لو فطرت حاجات مسكرة تيجي بعد ساعتين أو ثلاثة من صحيانك تبعيز تنام تاني عايز تنام جدا لأدل إن مستوى الإنسولين بيعلى جدا في الجسم ده غلط القاعدة الخامسة إن إحنا ناكل أكل بسيط ناكل أنواع قليلة في الوجبة الوحدة وبلاش الطهي الزيادة يعني بلاش كل حاجة نقرص عليها في السيوى قوي لا الحاجات اللي مطلوبة إنها تستوي كويس تستوي كويس إنما بلاش بقى إن إحنا مثلا الخضار نسبكه قوي ونهري كده زي ما بيقوله في الطبيق بالعكس كل ما قلت درجة الطهي شوية مثلا في حاجة زي الخضار كل ما كان أحسن وبمناسبة الخضار كل ما كان سليم كل ما كان أفضل من القطع يعني فاهمين قصدي كل ما كان سليم بحجمه يعني تمام أما القاعدة السادسة والأخيرة فهي اعملوا النظام اللي ينسبكم النظام الغذائي اللي ينسبكم حسب يومكم حسب دراستكم حسب شغلكم حسب التزاماتكم ما حدش يفرض عليكم حاجة كل واحد يعمل النظام بتاعه اللي هو عايزه يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مثلا يخلي الغدى مكان العشو هو ظروفه كده ظروف شغله وظروف حياته وكده خلاص؟ يبقى ممكن تخلي الغدى مكان العشو ممكن الفطار يكون تقيل بس طبيعة الأكل على مدار اليوم تكون أخف تقعد تخف بقى تخف تخف وهكذا